أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شكيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلا من اسمه يحيا يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي أولام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبار عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هيئن وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آية كأن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم آية من سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تكيا وذرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم أوليدا ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم وإذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك علاما زكيا قالت إنما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولي نجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وغزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسه وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر رم بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم